انا قلت في المقدمة نصاً كده الاتحاد المنستيلي منافس قوي جداً للنادي الآل في دول الاثنين وثلاثين منافس النادي الزمالك هو منافس مجهول حرفياً مجهول تتفق معاياً 7 مليون في المائة ناس تحاول تدور كده على أي وعلمات عنه عاد تدور كان الله في عن جهاز الفن النادي الزمالك كان الله في عنه ما بيلاعب حرفياً منافس مجهول يعني احنا عشان يجب شعورت معروات بس عن النادي هو ايه النادي ده يعني عادنا ثلاثة اربعة ايه تعرف ما الموصف فيه وحنا دخلنا عام ٢٢٢٣ احنا في ٢٢٢٢ ولسه في حاجة اسمها منافس مجهول لا ده ما هو لما نحكي قصة المنافس ده هتعرف هو ليه مجهول ليه اقول لك نحكي نبتلك اه نحكي وبكان خلش اتهمل استيلي النادي ده اتهمل استيلي بسهل يعني النادي ده نادي أكاديمية مبداياً فلما اتعمل النادي ده النادي يتعمل في ٢٠١٦ يعني النادي ده تأسس من اساسه الاكاديمية فرع الاكاديمية ده يتعمل في ٢٠١٦ ايباً فكان عندنا يمكن حتى لو جلالي يعرض لنا الصورتين بتوعي الأكاديميتين يباً فجي حاولوا يلعبوا في الدوري البروندي فقال لهم لا انتوا عند الوقتي دول انتوا أكاديمية ليكم فرعين جتيجة ونجوزي جتيجة ونجوزي دول المنطقتين اللي فيهم الأكاديميتين يعني حتى لما جلالي يعرض لشعارين بتوعي الأكاديميتين والحد النهاردة هو تابع لنفس الأكاديمية فريد حد البروندي قالوا نحاول لو في واحدة منهم تتعرض في واحدة منهم اعتقد أفضل من التاني فجي لتحاد البروندي قالوا لهم لا ماينفعش ماينفعش تبتدوا من الدرجة الأولى مباشرة طالما تنادي تابع لنفس الأكاديمية فجم في موسم ١٧١٨ قالوا لهم لا خلاص إلعابوا من تحت في موسم ١٦١٧ صعدوا من أول موسم دلوقتي حالا في الدوري البروندي فيه فرقتين بينتمرون نفس الأكاديمية أكاديمية لهما سجار فضل فيه فريق محتفظ بنفس الاسم وفرقة فلابو ديو سانتر هي الفرقة اللي هتلاعب نادي الزمالك وغيروا اسمها وابتلوا موسم ١٧١٨ موسم ٢٠ كانوا رانا راب أو أخدوا المركز الثاني في الدوري البروندي موسم ٢١ خدوا الدوري والبطولة الأولى في تاريخهم بعد ثلاث سنين من الاشتراك في الدوري وعشان يتأهلوا إلعابوا في الدوري الاربعة وستين دي المعلومة الأولانية هو إيه النادي ده أصلا معلومة سياسة نفهمها عشان نادي ده ليه مشاركات أفريكية كبيرة أو لما بقولك ده تالت موسم ليه في الدوري أصلا في الدوري يتأسس في ٢٠١١ إنه ست مواسم فقط منذ تاريخ إنشائه لأنه زي ما قلت هو نادي تابع الأكاديمية دي نقطة الأولى النقطة الثانية النادي ده هو دلوقتي بيحتل المركز السابع في الدوري البروندي لكنه ليه مباراتين مؤجلتين عنده ١٣ نقطة بلعب ست مباريات ده ده الشعار بتاعهم أتلاقي أكاديمي لومة سجار ده الأكاديمية وتحت اسم فلامبو دو سانتر أو اسم النادي لازلوا تابعين لهذه الأكاديمية حتى اللحظة وفي نادي بنفس الاسم موجود في الدوري اسمه لومة سجار بس من غير ما يغيره الاسم بتاعه المعلومة الثانية إنه زي ما قلنا إنهم موجودين في المركز السابع عندهم ٣٣ نقطة لعبوا ٤٦ مباريات فازوا في ٤٦ عدلوا في المباراة وخسروا مباراة آخر مباراة لعبها نادي فلامبو كانت يوم ١١ أمام فريق فيتالو وتعدوا واحد واحد ومن وقتها تم تأجيل مباراة لهم في الدوري علشان يلعبوا نادي الزمالك ويوجد القاهرة ويلعبوا في القاهرة يبعد عنا أشتاني بقى ديس كتبولمي شوية إن شاء الله مش ناجل مباراة عشان أعيب مواطشات تانية إن شاء الله والمباراة اللي فاتت ليه هم بيلعبوا في القاهرة هم عندهم ملعب بتاعهم ملعب مش سيء ملعب أرضيته كويسة لكن الاشتراطات والاعتمدات بتاعة الكاب لم تعتمد ملعب موتسيبال دي موينجا اللي هو الملعب الرسمي بتاع فريق فلامبو وبالتالي لعبوا دور الـ 64 مباراة الزهاب في ملعب عزام في تانزانيا أمام الاتحاد الليبي وقدروا إن هم يكسبوا 1-0 لما يجي نتكلم تفصيلا بقى نقولوا ما كذب 1-0 ليه وإزاي ولعبوا إزاي المدرب بتاعهم اسمه مامازيلو مديتش ده مدرب سربي وبيلعب بطريقة 4-5 واحدة نتكلم تفصيلا برضو عليها أنا بحاول أجري شوية بس عشان عارف الوقت زي ما قلت الفرقة دي فرقة ما عندهاش أي خبرات خالص لكن قدروا مع ذلك فرقة الاتحاد الليبي فرقة لها اسمها وفرقة متواجدة باستمرار في بطولات الكاف وقدروا إن هم يفوزوا في مباراة الزهاب بهدف للاشئ وخسروا في مباراة العودة في ليبيا بقى هم لعبوا مباراة الزهاب في تانزانيا خسروا في مباراة العودة في ليبيا 2-1 وصعدوا بأفضلية الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل في نتيجة المباراة 2-1 يعني خسروا في مباراة العودة 2-1 لكنهم تأهلوا لمواجهة نادي الزهاب الفريق مفوش أي أجانب الفريق كله من بروندي لكنهم استقدموا 2 لعيبة خصيصاً ليه ودول أخطر 2 لعيبة عندهم اللعيب رقم 7 واللعيب رقم 10 جيلبرت اللعيب رقم 7 ده اللي سجل هدفي مباراة الزهاب والعودة يعني هدف الفوز 1-0 في تانزانيا سجلوا جيلبرت هدف 2-1 اللي هو هدف الصعود سجلوا برضه جيلبرت اللعيب لما نيجي لو معنا الهدف اللي تم تسجيله في مباراة الزهاب الهدف اللي فازه فيه 1-0 ده كانت تزديدة من ديودون اللعيب التاني ومتعاقدوا مع 2 لعيبة دول بالنسبة لهم في رواندا في بروندي 2 لعيبة كويسين لكن نلعبها برونديين كانوا يلعبوا بره بروندي ومنهم لعيب ديودون لعيب رقم 10 البلايميكر بتاعهم لم يجل ناشرح طريقتهم بلعبوا ازاي اللعيب ده جابوه من زيسك يونايتد الزمبي ورجعوه لدوري البروندي عشان خصيصا ليه المشاركة في دوري أبطال أفل لو الهدف اللي جمال بيقول عليه جاهز يا جماعة تعاوني أعرضوا يالله الهدف من رقل أحرة تشاطي تردت ليه جيلبرت اللعيب رقم 7 اللي هو الفيرود بتاعهم هما بيلعبوا ما ما زلوا مديتش المدير الفني السرب بتاعهم بيلعب 4-5-1 سواء داخل الأرض أو خارج الأرض بيلعب 4-5-1 اللعيب واحد حر هو اللي واخد الحرية الأربع من الخمسة بتاع وسط الملعب بيدفعوا أدوارهم دفاعية بشكل كبير جدا عندهم اتنين اللعيب هما اللي بيتعامل عليهم الشكل أو هجوم فرقة فلامبو اللعيب ديودون اللعيب رقم 10 ده اللعيب اللي هيصوب اللعيب اللي هيصوب الركلة الحرة نشوفها لو نمشيها على أسرع شوية بعدين نوقفها على المتابعة بتاعة جيلبرت نمشي الكرة على سرعتها ده الفاول تلعب ردت من حرس المرمى للعيب جيلبرت سجل نجيب وراها على طول هدف مباراة العودة اللي خلصتين واحد اللي هو هدف السعود برضو جيلبرت سجل هدف مميز في فرقة الاتحاد اللي يبفاه آه آه هو ده هو ده الهدف آه هو ده الهدف اللي أنا عايزه نفس العيب جيلبرت العيب العيب مميز جدا بالمناسبة العيب مش طويل قامة لكنه مهاجم جيد إنه بيلعب في فرقة زي دي لكن الكواليتي بتاعته جيدة تبقى الماتيريالز المتاحة اللي قدرنا نتابع فيها فرقة فلامبو يعني فهي فريق مجهول بشكل كبير زي ما قلنا 4-5-1 مع مازيل وموديتش مش هيغيره مع الزمالك ده الهدف ده هدف الصعود آه نفس العيب رقم 7 الكاميرا المتقرب عليه آه نفس العيب رقم 7 جيلبرت وبيلعب في منتخب بروندي بالمناسبة آه فهم بيعتمدوا على زي ما قلت استلم وعدل ورجع خادل تو وحطاه بوش رجل الداخلي في الجول ممتازة بصراحة بلعبوا مين بلعبوا للتحدي الليبي بلعبوا للتحدي الليبي لكن المباراة دي في ليبيا المباراة الأولى اللي هي كانت فيها الركلة الحرة اللي تردت وسجل الهدف جيلبرت دي كانت مباراة الزهب كانوا بيلعبوها على ملعب عزام في تنزانيا لأن الملعب بتاعه مونسيبال ديموجا مش ملعب معتمد من الكاف في مجموعة لبقسة بها من الكوارس الدفاعية حصلت في الكرة دي بصراحة طبعا الاستلام الاستلام الرجل استلم في ظهر الرجل استلم في ظهر المدفعين هما بيلعبوا على دي كريم المتركة 4-5-1 هما بيلعبوا بيحاول يلعبوا كومباكت بيلعبوا 9 تحت الكورة دايما المتحرك هو اللعيب ده عندهم اللعيب رقم 8 في وسط الملعب واللعيب رقم 10 صانع اللعب اللي هو ديودون الكنين اللعيبة دول هما المسؤول والمنوت بيهم إن هما يمدوا الرجل ده ويشتغلوا على أن هما يحاول يوصلوا الرجل ده بقى شكل من الأشكال للمرمى الرجل ده بياخد أماكن تمركس كويسة جدا هنا كان ضرب التسلل واقف مع آخر مدافع استلامه كان جيد جدا فهو لعيب كاكواليتي لعيب جيد تبقى إنه بيلعب في فريق صغير زي فلامبو فعلى فريق نادي الزمالك الحذر من السنائي ده تحديدا ديودون اللعيب رقم 10 وفلامبو اللعيب رقم 7 دول أكتر اتنين لعيبة ومؤثرين جدا جدا خاصة لو اشتغلوا على التكتل الدفاعي وإن هما يشتغلوا ينزل يلعبوا من تحت بتسعة تحت الكورة أو تمانية تحت الكورة وبتلو يشتغلوا على الترانزيشن أو التحولات خاصة في ظل غياب الوينش لو ما نيجي نتكلم على نادي الزمالك أو نتكلم على نادي الزمالك بالمرة يلا نتكلم على نادي الزمالك وكيف يواجه نادي الزمالك فريق فلامبو من مميزات جيس فالتو فرير إنه هو ثبت الشكل حتى مع بعض الغيابات هو بيلعب 3-4-3 وأظن إنه مش هيغير إلا لو تزنق تاني أظن مع تدعمات نادي الزمالك فرص إنه هو ما يبقاش عنده الأوراق اللي تخليه لعب بالشكل اللي هو محتاجه هتبقى أوليلا خاصة إنه هو لعب بالشكل ده تبقى للأوراق اللي كانت متاحة بالنسبة له في التوقيت ده فهو الرجل بيشتغل بال3-4-3 بنفس الشكل غياب محمود حمدي الوينش لإصابة أعتقد إنه مش هيغير كتير غير إنه هيرجع محمد عبدالغاني يلعب جنبه حسام عبد المجيد اللي كان غاية بالفترة اللي فاتت للإصابة لكنه عاد وشارك في الأيام الأخيرة مع نادي الزمالك فمحمد عبدالغاني حسام عبد المجيد والتالب بتاعه ما يكون حمزة المسلوسي سنتر باك ناحية إليمين دول الثلاثي بتوع الخط الخلف هاعتمد على سيد نمار فيه الناحية اليمنى هاعتمد على أحمد فتوح فيه الناحية اليسرى سناء وسط الملعب محمد أشرف روء وإمام عشور السناء الأمامي هيحمل بقى الصفقة الجديدة اللعيب اللي ظهر بشكل جيد فيه تبرير نادي الزمالك في الأيام الأخيرة إبراهيم نداي مع الثابت دائما والورقة الأبرز فيه فرقة نادي الزمالك أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري هيظل يلعب بالتلاتة أربعة تلاتة مهم جدا جدا لنادي الزمالك نقطتين نقطة الأولانية استغلال الفرص فيه سزاجة كبيرة جدا يعني اللعيبة بتغلط كتير جدا جدا أخطأه فيه ثلاث كرات أمام التحدي الليبي اللي ما كانش في حالته خالص في مباراة العودة ومع ذلك ارتكبوا مخلفتين داخل منطقة الجزاء براكلتين الجزاء فهم بيخطأوا بلغة الكرة سيلمستيكس الأخطاء البسيطة السهلة بيخطأوا فيها كتير جدا فتحت الضغط نادي الزمالك عليه أنه يخلص المباراة بدر بدري عليه أنه يبتري يعمل الضغط العالي ما ينتظرش لأنه أحيانا بيعملها فريرة بينتظر تحته يبتري يعمل الترانزيشن لكن ده ما بيتعملش مع كل الفرقة الفريق لما يكون فيه جاب مستوى كبير ما بين نادي الزمالك ومن الفريق اللي قدامه أعتقد أن فريرة هيبتري يضغط بالثلاثي الأمامي تحديدا أنه الثلاثي الأمامي يغلب عليهم أنه هم بيلعبوا لعبوا مباشر دايما بيشتغلوا على الجول بشكل ممتاز سواء أحمد سيد زيزو أو إبراهيم عندي تحت المهاجم الوحيد سيف الدين الجزيري فأعتقد أنه ده الشكل اللي هيلعب به فريرة وأعتقد أنه القصة كلها أنه هيرحل بدل ما هو بينزل يشتغل من ثلاثين الملعب لا هيطلع فوق شوية وهيعمل الضغط العالي والضغط العكس عشان يستعيد الكرة بسرعة جدا من فرقة في لامبو اللي تاني تحت الضغط هيغلطه بشكل كبير إلا لو نادي الزمالك يديهم الفرصة أنهما يطلعوا بالكرة بسهولة من الخط الخلف لأنهما كل اللي عايزين يعملوا أنهما يديقوا المساحات جدا على نادي الزمالك ويبتروا يحطوا اللونج باسز أو البرجريشن باس على اللعيب رقم 7 جيلبرت اللي احنا تكلمنا عليه حلو